ببساطة الأكل في البلاستيك ده مضر قد ايه تركيبة البلاستيك تركيبة مرعبة سميتها عالية جدا علشان اتعامل مع كيس بلاستيك يبقى الجدران الداخلية بتاعته هيدخل جزء منها في الأكل اللي هو الفول والكشري والشاي والقهوة كبيات الشاي والقهوة انت عايز تقول لي انه الأكل اللي حابي حطه في البلاستيك ده بيتفاعل مع البلاستيك ده مؤكد 100% وبالذات لو كانت درجة حرارة حتى لغاية 3040 اللي هو الفول بزبط هو كده فبياخد من البلاستيك بياخد من البلاستيك تركيبة سرطانية مش بياخد من البلاستيك حاجة كحة أو مرد كونتامي نيشن يعني تلوز لا ايام مش تلوز هو بياخد مادة مصرطمة في حالة اخدها وطبعا عشان بس نشرح للناس اكتر ان هو مش من اول مرة بيتحط انما احنا بالتتالي كل يوم بننزل نجيب كيس فول او كيس كوشري فكل يوم ناخد شوية حاجات تسبب السرطان تهيج الخلايا بتاع الجسم الى ان تصل الى سرطان ومعروف عن السرطان انه يبدأ القصة بتاعته مثلا عشرين سنة على ما يدم اعراض خارجية فاذا الخطورة بتاعة البلاستيك خطورة شديدة طويلة المادة طب ولو في كيس مش سخنة مش حاجة سخنة حتى لو كانت مس سخنة يعني احنا بناخد الخضار بناخد الفاكهة بناخد زي ما احنا شايفين كده الحاجات بتاعة المخبوزات كلها في بلاستيك تعتمد على نوعية البلاستيك هل هو من النوعية اللي تتحمل درجة الحرارة او لا اذا كان من النوعية اللي تتحمل درجة الحرارة يبقى في الحالة دي الحاجة الباردة قليل من البلاستيك اللي هي التركيب الشوائب بتاعته هي اللي هتبقى في البارد لكن مش معناها انه هو امن هو غير امن حتى لو كان في البارد ده احنا ما بناخدش حاجة غير في بلاستيك بزبط طيب حاجة بتعمل ايه مثلا؟ انت سألتيني نفس السؤال ده في كوبايات المية اه قلتلي هنأشرب القهوة زي قلتلك اشربها في كوباية مج اللي هو الفخار هل لو شربتها كوباية الشاي في ديسبوزبل كوباية يجوز لا يجوز ولا يصح ده احنا الموضة بتاعتنا يا خوة تيكا وي واخدها حطها لي في كوباية ممشي بيها هو ده اللي حصل عدم وجود ثقافة احنا ما عندناش ثقافة التعامل مع مادة مسلطنة يعني عاوزين نحط التاج عليها انها لنا زمان بقى كان ياخد القهوة دي في الكوباية الازاز ولسه واخدها دلوقتي حالا كوباية في كوباية ازاز ديسبوزبل ترجمة نانسي قنقر